بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين اليوم ان شاء الله رح نشرح كيفية حساب الكميات بين سطحين السطح الارض الطبيعية اللي هو السطح البيس وسطح المقارنة اللي هو ايش الكمبيسن سيرفس الكمبيسن سيرفس بين سطح المقارنة وبين سطح الارض الطبيعية آآ نقوم بفتح البرنامج نقوم بإدخال نقاط الارض الطبيعية الذي قمنا بقرافياها الانجي ال الانجي ال ستظهر لنا النقاط بهذا الشكل استنغ نورثنغ and point elevation الانجي 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 و الالباس نقوم بتسمية هذا النقاط ال بانجا وثانين اللي هو البيس البيس سرفس اوكي اوكي تظهر الان النقاط لهذا الشكل هذه النقاط رقم النقطة و المنسوب تبع حالي المنسوب بقم خمسة المنسوب ستة المنسوب سبعة المنسوب ثلاثة المنسوب خمسة و هكذا رقم النقطة مع المنسوب نقوم بعمل سرفس المجموعة من النقاط هذة اللي موجودة كرية سرفس نقوم بتسمية هذا السرفس او السطح الاول اللي هو الان جي ال اللي هو البيس البيس سرفس نقوم بعمل تعريف له عن طريق البوينت جروب اه نقوم باختيار الان جي البي سيرفس اللي احنا قمنا باضافتها بلاي اوكي ملاحظ نهم جاء ما يشبه يرسم السطح بين مجموعة المجات اللي موجودة طبعا السطح مش مبين هذا عبارة عن خطور الكنتور ندخل الى السيرفس بروبيرتيز ونقول له هنا عاوزين تظهر لنا عاوزين تظهر لنا الكنتور والترنجلر يعني مجموعة المثلثات مواقف ظهرت مجموعة المثلثات التي اا بتكون بين النقاط تكون لنا سطح اذا هذا السطح الاول اللي هو مكون من لجاءة الارض الطبيعية وسميناها البي سيرفس سطح الاساس نقوم الان بعملية بسيطة نضيف فيها سطح سطح المجارنة نقوم بعمل سكوير اضافت سكوير هنا مربع اا ندخل الى الحصائص تبعها بمربع ونسوي فرضا من سوق التسوير اللي موجود معا الاليفيشن نشوف نحن مجموعة المجارنة منسيبها من تتراوح من الخمسة ستة سبعة ثلاثة اربعة المكسوم تبعها بيكون سبعة اا نفترض ان السطح المجارنة راح يكون اعلى من منسوب السبعة وليكن عشرة بالحالة هذا راح يكون عندنا رد نقوم بضافة المنسوب عشرة للمربع او للسطح اللي اضافناه هذا السطح الجديد نقوم بعمل سطح جديد اخر نسمي السطح هذا سطح المقارنة او الترون برسل الترون 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 المترجم للقناة 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 جلبنا السطحين بذل ما يكون سطح المقارنة فوق سوينا تحت معناتها رح يكون هناك قطر طيب عاوزين تطلع الجدول تبع الكميات من هذا المشكلة تطلع لك الجدول اللي فيها الكميات الكميات 200 ألف متر من كعب قطر و 200 ألف متر من كعب رد يعني في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته